اشتراطات حثية تعيق أحدث تحرك دبلوماسي للدفع بمحادثات السلام في اليمن تشمل هذه الاشتراطات الوقفة الشاملة لإطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل ودفع مرتبات موظفية الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغدائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق اشتراطات يرى المراقبون أنها تثبت المكاسب السياسية والعسكرية للحوثيين وتصادر الحق السيادي للسلطة الشرعية وتدفع بالبلاد إلى أتون أزمة طويلة الأمد تتوفر خلالها للحوثيين إمكانيات المواجهة مع بقية الأطراف اليمنية إن تحققت اشتراطاتهم من أجل استئناف المشاورات لم يقر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانس غريندنبرغ وسفير فرنسا وهولندا كريستيان توستو وإرما فان ديورين لم يقروا بعد بالصعوبات التي واجهت مهمتهم في صنعاء ولم يتضح بعد ما إذا كانت زيارتهم للحديدة تكفي لفهم طبيعة التعقيدات التي تواجه أول المسارات المنفصلة للحلول السلمية في اليمن ممثلا باتفاق الحديدة فقد دخل هذا الاتفاق مرحلة الجمود والفشل منذ التوقيع عليه أواخر عام 2018 بسبب تعنت الحوثيين في تنفيذ مضامينه في وقت تصر فيه الحكومة على التنفيذ الكامل قبل أي تحرك باتجاه البحث في الإطار الأوسع للحل السلمي في البلاد أكد السفراء في تصريحات نقلت عنهم من الحديدة أنهم سيدعمون محادثات السلام كطريقة محيدة لإنهاء معاناة اليمنيين وأن قناعتهم تتلخص في أنه لا حل عسكري للصراع في اليمن وبأنهم سيستمرون في المشاركة النشطة لدعم الجانب الإنساني واستمرار وصول الإمدادات إلى ميناء الحديدة وبما يضمن استعادة هذا الميناء لعافيته بصفته محور أساسي في تفاهمات السوكولم الحماس غلب بالتأكيد على تصريحات كهذه فمن حيثهم أراد السفراء التماهي مع الأولويات الحوثية التي تصنف من جانب الحكومة باعتبارها اشتراطات معيقة لأي جهد يمكن أن يبذل لاستئناف عمليات السلام الشاملة وفي مسار موازن يمضي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في مهمة لا تبدو ممكنة طالما وأنه يقر بعدم إمكانية ربط اتفاق السلام الشامل بتنفيذ كامل لاتفاق السوكولم كما صرح في مقابلة له مع موقع المصدر أونلاين غريفث أكد في المقابلة ذاتها أنه يسعى لإقناع أطراف الصراع بالذهب نحو مشاورات غير مشروطة تتعاطى مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية فهل ستستطيع الأطراف أن تتعاطى مع هذه المسائل الكبيرة في ظل انسداد كامل يعترض طريقة تنفيذ المسائل الأصغر على نحو ما يكشف عنه اتفاق السوكولم والرياض ترجمة نانسي قنقر